على قاعدة أتيت ولكني لم أصل وجئت ولكني لم أعد يستمر الموفد الفرنسي جانيف لودريان في زيارته الثالثة إلى بيروت قبل تسلم مهمته الجديدة كرئيس لهيئة تطوير العلى الموفد الفرنسي أطلع البطريارك ماربشارة بوتروس الراعي في بكيركي على نتائج اتصالاته ولقاءاته واستمع إلى وجهة نظر الراعي بشأن آليات تحريك الملف الرئاسي وحرصه على ممارسة الديمقراطية واعتماد الدستور كآلية أساسية وطبيعية للحل كما أكد الراعي أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها لودريان الذي التقى النائب فيسال كرامي وأكد مع النائب أجوب باقرادونيان ضرورة تستكمال النقاشات للتوصل إلى مرشح توافقي استضاف أربعة نواب مستقلين إلى مائدة غداء هم عبد الرحمن البزري وغسان سكاف وكميل شمعون وجهاد الصمد في قصر الصناوبر أبلغ لودريان نواب الأربعة أن لا مانع في البحث بخيار ثالث في ضوء عدم قدرة الإسمين المطروحين على حصد الأكثرية لكن ذلك يحتاج إلى حوار مباشر أو بالواسطة موضحا أن مبادرة بر تلتقي مع المبادرة الفرنسية وبما أن المبادرتين تلتقيان راهنا على فكرة الحوار سأل لودريان نواب عن تعريفهم للحوار وشكله فاقترحوا فكرة أن تترأس الحوار شخصية محايدة وتناقشوا في احتمالي طاولة الحوار وطاولة العمل أو النقاش وخيار عدم حضور كل الأفريقاء الطاولة بمعنى أن تمتد على عدة جلسات وتضم طرفين أو ثلاثة سأل النائب جهاد الصمد لودريان عما إذا كانت اللجنة الخمسية تدعم فكرة الحوار فجاء الجواب غامضا بعض الشيء وفقا للحاضرين لكن الموفد الفرنسي طمأنهم إلى أن تسلمه مهمتها الجديدة في السعودية لن تثنيه عن العمل على الملف اللبناني وهو لن يترك لبنان أما في عين التيني فينتظر بر محصلة لقاءات لودريان وفقا لمصادره والموفد الفرنسي سيزور مجددا عين التيني قبل مغادرة لبنان الجمعة على أن يقرر بر الخطوات المقبلة في ضوء ما يتوصل إليه الموفد الفرنسي المصادر تؤكد أن كل الاحتمالات واردة عند رئيس المجلس ومن بينها جلسة مفتوحة بدورات متتالية إذا قبل الأفريقاء بفكرة الحوار مستبعدة الدعوة إلى جلسة انتخابية الأسبوع المقبل مغادرة لودريان تفتح المجال لترقب نتائج اجتماع ممثلي اللجنة الخمسية الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط حديث عن حضور قطري مهم سيطبع المشهد الرئاسي في الأيام المقبلة